اشتركوا في القناة 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 دون taskاء سواء向 fare احتفاؤنا اصلاح telling fav الكفات والدع occur اشتركوا في القناة انمانا نوم جب سولنا 내가 نسلق من أدناء الذين يمنات الخطة الذي يمنات الخطة والراضة والمدارات على البحث من قصة على رAK المصر يمنات الشمس والدولة خلالنا قصة على ما كنت يمنات الخطة و القرآن أحسنتها وقرابات سخصائرات وهم وهم وعلواتهمментة إلى الدنيا و الصغيرة لهم جكتنا بعضنا convertennenه لأننا مختصرة لإبقاءة وهو لكي تحدث عن نفسنا وعطة نفسنا عن كل مكان فينا نرئ نسلف نسلطن فيديو نسلطن نصمتنا نتّقنا نحل بنا كتبنا ومجتمعات وعندما نرتنا بنا زيادت نفسنا وحسنا نحن جدًا نحن 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 نشاط التي نقودتها في الجانب من س relajاتنا انجتماعه Congress who reached his eyes and its focus n heading for us. ليسته objectives لن ن particulate because we become those who have displeased Allah subhanahu Atalaa and the one who displeases his maker will be void of consciousness of his maker and if you open the pages of the Quran you will find so many verses where أمودة يسرى في الوصول على الناس الذين يقلون في تعالى وأنه يبقى من جانبًا لم يقلون ما يجبون وهم وقال باستوى يبقى من جانبًا أنهم الذين يكون المتقون الذين يشترون الله سبحانه وتعالى كما نظرنا هنا هذا جمعاً جمعاً في اللہ سبحانه وتعالى أنه يجب أن نعرفه أننا جمعاتنا الشخص الذي يشب شخص ما يستمر جواتهة ويواء المسلمين لا يباننا لكننا نكون شخص مرحباً قريباً وهناك مجموعة من أحمق هذه المشاكلتين في التحرطة نارك لأننا نكون غضر مجموعة من أمسنا أخرى لماذا فعلنا أننا نحن نفسنا أقومات من الآخرين نرحان قبل لكن أبلغ على حدوثنا نحن بإبقاءة أننا نتلقا على زرادة اللہ سبحانه وتعالى يبقى نفسنا من ذلقين الذين سبب الكريم و لم يكن 0 1 نهاية مارزة وقتنا نحن 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 لدى أننا مرتدئنا نحن 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 لدى أننا في رحضة لادراحة لدى نحن نحن لدى على ما ندرح على ولاية ومن نباط طفلنا فرقنا نحن 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 بعد وما يحدثم قبل Asrallah است��이 لدنا نمالنا بأس الذي نحن لددًا كما لا نعلمنا إلا أنه لا نعلمنا إلا أنه لا نعلمنا لدًا فيما وقتنا ردًا وهذا الشيطان الذي نحن نتحقا لك والذين الذين المحفظوا بطلق و الشيطان هم الذين يمكنهم أن يكون مستعداً منهم الله سبحانه وتعالى مستعداً لأنه لا نتحقا لا نعرف كيف نحن نتعرف كيف يتحبنا لنا؟ وكيف يتحبنا لنا؟ لذا لذا فعل أنا أتباً على أسفل و أنا في مستوى أن اخبرنا أكبر أكثر لكي تجارب مهم جدًن إلى ما يستمتلك أكبر 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 أكثر لمهم أكبرون على هاتف المناطقات على جدًا لما يستمتلك أننا في مختلف جدًا ما شاء الله هناك implementائي هناك الكبير من المستوى هناك الكبير من يمكننا رجوعات منها لماذا فعلنا نحن سيكون فرحاً كما تجوء مدرسل منئات لنسبة حيث لما نكون في النصب لاحظ م Любعوز تنصب في النصب مع tremendous insight With that which will be beneficial for the here after and when i say this what i mean is no matter what we've earned in terms of this worldly life if we do not balance it with the preparation for the life after death, how can we call ourselves believers in the last day and how can we call ourselves في الحرارات اليوم والمدرات في العصرات والمدرات في الحرارات الله سبحانه وتعالى لنا سبب لذلك كل شخص مننا يجب أن نفسنا أو نفسنا ما هي ما الذي أفعله بهذا اليوم من هذه السنة الناس من أفضل التفاصل لأننا بالتأسير من جميعنا فتح بشرف أننا سوف ندرس لنا بشرفة التفاصل التفاصل و هذا لذلك الله سبحانه وتعالى يمتعى الذين شخصوا ويشخصوا الذين في القرآن يملكوا في المعرفة والمحمد صلى الله عليه وسلم وعطاء المحبود والدفة محمد يمكن أن يكون بالباقات لذلك الله سبحانه وتعالى قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اخبروا ، انهم سؤالوا انهم تقاربون؟ الذين تعرفون و ذاتين الذين لا تعرفون؟ نعم ، انهم تقاربون لذلك نحن نحن من من خلاص الذين تعرفون وات حتى نفسنا من كماً يتمون بدون به شيئاً وأعتبر alright والدوء وهذا الشرق بلد ichFF أسس estás لو resolution منjal نجاز وحضور نجاز حسن انج première جائعتهم وهم حضور حسن نہیں حسن من منع стран ح tête نجاز انزلتmate بالنسبة لذا طورنا يموقع ماستحق من نجل ليس gradually تم إستخدام لتستخدام den الوارد التي لّي نفصل جب أدراء و اذا هذا الشاب برئاً اليوم يقولونة تعبوة تقوى على تقوى وهو يلال في الأسراء أننا نتقلط على lunge لأننا جمعاً نفصلنا فى نحن حياتنا تقوى أو تقوى تقوى على تقوى عندما نحن بزمج landة أمورنا نحن سوف نفسنا جاءً جانباً قواتلنا درقنا والاقصية والاقصية تقلطنا بشكة نحن المفénd Alma اگر لا أنسى من صندوقات وشرب رائدًا اسم فعل أسساس في وجود صندوقات سبق فتح أسلم�� أساناما لا يمكن أن يشعر أسان نفسه انه هو والذنب وقابل التوبة شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير الله سبحانه وتعالى في سورة غافر هو الذين يسؤلون بسرطات هو الذين يسؤلون بسرطات لكن أيضا في الأماكن هو الذين يسؤلون جبیکس يتجاه فيها كيف ترجمة قرآن في حقا في الممانات هذا نحو امتحار وفي الممانات هذا نحو اشبال في نفس关ك ترجمة قرآن م��حاً تقلق جيدة نحوانات ونحوانات ترجمة وولن الله سبحانه وتعالى Looking back now how He always accepts those who turn to Him and Whenever there is good news of paradise There is always a warning that Hellfire is not very far off so the winner is the one who can earn ultimately paradise and protect除ed person protected from Hellfire and this is why the Almighty is speaking about success he says فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازْوَ مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلّا مَتَاعُ الْغُرُورُ اطرقاً اون بارد الوحيد عنها او بارد الوحيد عنها او بارد الوحيد عنها او بارد الوحيد عنها وَتَعُنَنِي بَذَفٍ اي دوغوماً قotes بلدًا وسائل ما باستقران مفاصلًا سبق رہا ي نمیان والسلسلات المطاريات التي تصبح بها والدخول على بسرعات اللہ علامة اللہ علامة ولكن الظلسلات التي تصبح بها تصبح بها في تردائج وما تصبح بنا we are told we are protected from hellfire and this is why we are taught that on that day the people will be given their books those who have done good will be given their خصوصات على الانتحانات والمیتر مريضة والمشارة 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 والرحالة لدينا والمشارة والمشارة للقربية على الانتحانات والمشارة. الله سبحانه وتعالى لا يجب ان نسي من أجل人民ين الذين يدخلون من الأيان. هذه العالمات الأخيرة تباوزنا في هذا الاسبداعين يبقى نحن ذلك ما الذي سببه لا يعيد في الله سبحانه وتعالى لكما يجب أن يصل على الخصوص ولذاanyonنا كثيراً لدينا أكثر من أشخاص فيماوية أو خطرق عدد نفس Anyways naught من يتم اتابعه يعمل عليهم growsران من اما فيه تشيرات لا يستبدأ بعد أن لا يوجد الاستداد ولا يتم اطبقتização لذلك يوجد من الأضافاتات التي يوجد من الأضافات التي يجبونها العالم سبحانه وتعالى لهم يجبونها من الأسفلية الذين يقومون بالتعامل أذكر أن الأسفلية أسفلية من هذه اللحظات من الأسفلية الإسلام هو مقابل رقم جداً وهي هناك المباشرة والمفاجرة والمفاجرة التي يمكنك إلقاءها مفاجرة أن تجربة ومحاجرة تنفيذ باستخدارها إذا كنت تشغيل ذلك باستخدامك المباشرة التي لا تحتاج لها الله سبحانه و تعالى نفسك REF Hui لاحق Chapter contain strength with him The less we link up with our own Maker The more we will link up with everything besides the Maker And for this reason it's important for us to realize That whenever something has befallen Life in terms of negativity whether it is ill health Whether it is the death of a family member or a child Whether it is loss We should never ever resort to anything superstitious فنحنا لا يجب أن يدرون للناس التي نعيبنا في الكبير وعندما يمكننا أن يلالك يمكننا ذلك ب devil رأيت قشرة نحن لا يمكننا نحضر احيانا في نفسنا لتواتف سوالة سوالة لغاية نالية لذلك تم سرعي قليلا بسرعة لذلك تتاول ختمة نحن لا يريد أن نتحر شركاتنا واتوبوا إلا الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون remember the almighty says turn to Allah subhanahu wa ta'ala in repentance all of you believers in order for you to achieve success أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادية له I bear witness that there is none worthy of worship besides Allah subhanahu wa ta'ala and I bear witness that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his messenger the final prophet of Allah subhanahu wa ta'ala and I ask the Almighty to grant us benefit from the knowledge that he has given us to benefit us from that which he has granted us to make us from those who go out to seek beneficial knowledge and at least to grant us the title of students of knowledge for indeed that is a very very virtuous title if it is granted by the maker himself may Allah subhanahu wa ta'ala accept us to be from amongst those whose main aim in life is to please him and may he be from amongst those who is pleased with us at the same time my beloved brothers and sisters in Islam it is important that we are conscious of Allah subhanahu wa ta'ala every khutbah or sermon that we hear usually we will find the imam commencing with the warning or the encouragement ittaqu Allah be conscious of Allah subhanahu wa ta'ala we normally take this for granted and sometimes we just hear it and we have the idea of what it means but we sometimes forget to put it into practice in our own lives and this is why it's important for us to think for a moment and to pause every single time we hear that reminder what does it mean what have I done before I came to the masjid today and what am I planning to do as soon as I leave am I planning to engage in that which will displease Allah subhanahu wa ta'ala do I use my phone in a way that will displease my maker am I in touch with those whom I'm not supposed to be in touch with am I engaged in a relationship with the opposite sex in a way that I'm not supposed to be if that's the case the only way to achieve the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala is by becoming conscious of him and putting an end to everything of that nature that will displease Allah subhanahu wa ta'ala remember the warnings and the reminders that have got to our ears were never meant to miss our ears so I will be asked and so will you we will be asked about the reminders I will be asked of the reminder and whether I put it into practice or not and whether it was delivered or not and yourselves you will also be asked about the reminder did you hear it or not and what did you do about it so this is why we believe in the purest reminders which come from the Quran and the sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wasallam for indeed besides that we don't need anything the reminders we have from our own maker are more than enough for us the problem with us is sometimes we tend to become oblivious of it because of our day-to-day dealings and because of the beautification of this world we are not at all encouraging people to divorce themselves from this world for indeed part of the consciousness of the almighty is to do dealings that are upright and to look after your family and to look after your needs that is also part of the consciousness of your maker but remember in the process we don't want to achieve the displeasure of our maker and this is why we have uttered and we will continue repeating the fact that it's very important never ever to try and achieve something for our benefit whilst it is in the displeasure of our own maker the almighty says in the Quran in Surah An-Naba I invite you to open the pages of the Quran whether it is later on today or at some point and go through the passages of Surah An-Naba and see how Allah subhanahu wa ta'ala has issued a warning and at the same time good news a warning for those who displease him those who don't turn to him those who continue in the displeasure of the maker and good news for those who were conscious of him for indeed for us the true enjoyment is in the akhirah in the life after death and this is why the almighty says for the muttaqoon for those who are conscious of Allah we have prepared paradise and he describes a bit of it in that surah and he describes much more of it in many other surahs of the Quran as well as in the sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam on many occasions the Prophet Muhammad may peace be upon him has also warned us to be conscious of our maker and he says that indeed you will be meeting your maker and each one of you shall be communicating and talking to your maker answerable to your own maker no barrier between you and him in terms of speech you will be talking to him and Allah subhanahu wa ta'ala has confirmed this in the Quran as well and this is why the moment we know that Allah is closer to us than we are to ourselves as he says wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid that Allah subhanahu wa ta'ala says we are closer to man than he is or we are closer to man than his own jugular vein which means than he is to himself imagine someone telling you Allah is closer to you than you are to yourself he can take you away at any time and he can do whatever he wants may we be from amongst those who prepare for the day we are meeting our maker if we'd like to achieve the consciousness of Allah it is important as per the instruction of the messenger may peace be upon him he says increase the remembrance of that which destroys all lusts and desires that are unlawful and what is that death the moment you think of death and you think that you are going to die which is very normal it is normal on a daily basis to think that this is going to be my last day to the degree that the prophet peace be upon him says when you are fulfilling your daily prayer you should fulfill it in a way as though this is going to be the last opportunity for you to engage in prayer every prayer should be like that this would mean that on a daily basis at any moment I should be conscious of death and if I am conscious of death it will help me to be conscious of my own maker and this is why one of the main points of taqwa is to continue remembering where you are heading and where the others have already gone and where we will ultimately be may the almighty be pleased with us عمر بن الخطاب رضي الله عنه used to make mention of a statement حاسبوا انفسكم قبل انتو حاسبوا وزنوها قبل انتو زنوا you should take account of your deeds before they are taken account of and you should weigh them before they will be weighed and this is referring to the life after death or referring to the day of judgment and this is part of consciousness of Allah weigh your deeds before they will be weighed take account of your deeds before they will be taken account of in this world we have our own businesses where we take very good stock of what is happening why don't we take stock of our own deeds and the beauty of it where you have gone wrong my beloved brothers and sisters it is so beautiful the almighty says just turn to me and I will delete whatever you have done in the past I will delete whatever you have done in the past don't lose hope in my mercy oh my worshipers the almighty says don't lose hope in my mercy Allahu akbar he is the one who is most forgiving most merciful so let us turn a new leaf today and let us remember these reminders that come they are the words of the almighty the words of the messenger it's important we take heed may Allah subhanahu wa ta'ala grant us all benefit in the dunya and the akhirah and may he make us from those who have excelled in the dunya and the akhirah may Allah subhanahu wa ta'ala grant us the best of this world and the next may he make us from those who are conscious yeah Allah we ask you to benefit us all we ask you to protect us in our lands we ask you to protect our suffering brothers and sisters across the globe we ask you to help us all to grant us peace and stability security we ask you to grant us every form of goodness to protect us and our offspring we ask you to grant us goodness in our homes goodness in our businesses goodness in our health we ask you to grant us every form of goodness and we ask you to make us from those who are successful in this world and the next and we ask you to grant us paradise ultimately when you take us away we ask you to benefit us in every single way رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اللَّهُمَّ شْفِ مَرْضَانَا وَمَرْضَ الْمُسْلِمِينَ وَارْحَمْ مَوْتَانَا وَمَوْتَ الْمُسْلِمِينَ وَذْكُرُ اللَّهِ يَذْكُرْكُمْ وَدْعُوهِ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَصَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى نَبِينَا مُحَمَّدٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ